مستمرين معك يا محمد وتخطيط وصول أبطال أفريقيا أبطال الكرة الطائرة النادي الأهلي ومعنا واحد من النجوم الفريق وأساطيره كابتن أحمد صلاح ألف أبروك الفوز أعتقد بطولة غالية بظروفها بكل الحاجات التي سبقتها بس أعتقد كمان القاعدة مع كابتن الخطيب فرقة كتير جدا ما قبل السفر بسم الله أحمد رحيم طبعا أول حاجة أشكت نحمد الخطيب بصراحة على المجهود اللي عملوا معنا بصراحة من أول الفطار اللي عملونا في رمضان لا حد النهاردة مرتبش الفرقة ولا يوم حتى ما كنا في المعسكر حتى في البطولة يوم ويوم يعني ماتش بماتش يوم بيوم باشكره مجزة إدارة كله بصراحة كان الدعم كبير جدا 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 الفطر اللي فاتت بصراحة بقال لهم ألف شكر هو ده نادي الأهلي لق sme pact Arrado صراحة قال لهم ألف شكر ربنا يخليكم نادي الأهلي ويخليكم اللعابة كلها بصراحة يعني ربنا يخليكم التاني حاجة طبعا لبطولة كانت صعبة جدا أكيد طبعا بعد اخسار الدولة الكازدية الموضوع صعب جدا أنت راح كمان تلعب بطولة في تونس والتراجي كان في أرضه وسته جمهوره وعنده تسعة وعشر أيام في المنتخب والمنتخب بتاعك متأثر منه وآخر بطولة خاصة في مصر فالموضوع كان صعب طبعا لكن احنا كان عندنا عزيمة اللي احنا ما ينفعش نطلع من الموسم من غير بطولة وده أنا عمري في حياتي ما حصلت معايا في نادي الأهلي إن أنا ألعب موسم ما أخش فيه بطولة يعني ده قد صعب جدا بالنسبة لي والفرقة كلها نفس القصة وقعدنا مع بعض اللي احنا هدفنا هو هدف واحد بس اللي احنا نموت على كل كورة وكل ماتش نازم نكسى بطولة دي بأي طريقة نرجع بيها نفرح بيها جمهورنا ومجل الإدارة وده ألي حاجة ده نقدمكة نحمود الخطير بصراحة لن هو عمله معنا والحمد لله فعلا يعني من أول موسمنا لتونس لحد آخر يوم بصراحة كان الالتزام والعهد اللي احنا اتفقنا عليه قبل ما نمشي من الكاهرة هنا ماشي زي الساعة بالزبط فالحمد لله دي نتيجة فعلا ان ربنا كرمنا ودهنا نقصة البطولة الحمد للعالمين فإننا كابتال أحمد كمال البطولة كانت صعبة انت بتلعب زي ما قلنا الترجي تقريبا الموزنة ما بيتونس فيه وكمان ده حمل اللقب بتلعبه على أرضه فأعتقد انت البطولة خطوها واحدة واحدة لحد ما وصلنا الحمد لله الهدف خاصة مبارنة هي يعني لو فريق غير فريق النادي الأهلي وخصر شهود في آخر اللحظة أعطيك أنه يتقص لك أنتو كالعادة عند حصد جمهورنا دي نتيجة والله يبص يعني هي بالنسبة لنا احنا كنت الفرق كلها زي بعض يعني احنا حتين في دماغنا من أول لما وصلنا البطولة واتعاملة القرعة وإحنا بالنسبة لنا الموضوع كل الفرقة واحد اللي احنا حتين في دماغنا لكل ماشي بطولة علشان لو احنا ما فكرناش كده هنيجي قولك هذا ماشي النهار دا ضعيف ماشي النهار دا مش ضعيف اممكن اتلاقي المستوى أقل اتلاقي الموضوع بقى فيه تراخي في الأداء لكن احنا كنا باخدين الموضوع بجد من أول وصلنا لحد ممشينا طبعا التبتعب التراجي في النهائي وكان هو الحامل اللقب كان بلعب نالي الزمالك آخر سياخر للآخر نسخة يعني وكان كسبان وجايحنا باللعب الأهلي فهو كان نازل عنده ثقة لن هو الموضوع بالنسبة له أنا كسبان منتخب وكان أكسب آخر كام نسخة في أفريقيا منتخبات لكن الحمد لله رب العالمين احنا يعني غيرنا فكرة هو خمان حتى فوجأ بالمستوى بتاعنا والحمد لله رب العالمين يدرنا نكسب البطولة والحمد لله برضو ان الفرقة كانت هي طموحنا اللي احنا لازم نرجع بالبطولة والحمد لله رب العالمين خدنا البطولة ورجعنا بيها لجمونا للآهلي عشان خاطر نقول له ده أهل حاجة اللي احنا نقدر نقدمها لك بعدально اكفاق الدول والكاس والدو نصلحك بيها يعني ابت نحمد كان معكم لعبة كتير لبصعدة من ناشئين النادي الأهلي اعطاكم أطول لعبين كورقي وركن ليكم دور كبير فيهم واحد معنا يعني واحد من نجوم من البطولة عبد الرحمن الحسيني يعني أتفضل عبد الرحمن يعني كنت بكلموا في ايه قبل ما اتكلموا عبد الرحمن كنت بكلموهم في ايه كنتتوبت تعاليم ومبادئ النادي الأهلي كنتتوبت كلموهم إزا وعتادتوهم إزا البطولة والله طبعا احنا دخلناه موحدة واحدة في أجواء حتى قبل من سافر تونس عبد الرحمن أصلا موجود في الدرجة الأولى بقاله فترة يعني مش دي أول سنة ولا تاني سنة بالعكس وبقى أربع أو خمس سنين في الدرجة الأولى بيتمرن وبيلعب مشاط فهو ما شاء الله كمان هو لعيب عنده كريزمة كبيرة جدا ولعيب عنده خبرات طبعا أخو كان معنا في الناد الأهلي محمد الحسيني طبعا كان لعيب جامد جدا فهو بصراحة يعني هو يعني هو عايز ودي أهم حاجة في اللاعب اللي هو لما يكون عايز هو عايز يبقى حاجة هو دي هي دي النتيجة لما بيجي له فرصة بيستغلها وده اللي حصل لما جاء حسيني أول لما جاء له الفرصة في مفتشتات الدورة الكاس بصراحة ميسك فيها وقدة بشكل كبير جدا وهو ده اللي احنا مستنينه من اللعبة التانية وأتمنى له ربنا يا ربي يكرمه إن شاء الله ويكمل على كده وأحسن إن شاء الله ويبقى هو نجم الكبير بتاعنا ابن بإذن الله في الناد الأهلي يعني يعني محمد معنا واحد من